وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة مصطفى مدبولي عقد مدبولي اجتماعا مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة تفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وحدية الاستخدام وتستهدف الاستراتيجية وتخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيكي وحضر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية وحدية الاستخدام وصولا لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية